أستاذة زهرة سماري أستاذة متابعة على خلفية نضالها إلى جانب الأستاذة والأستاذات وأطور الدعم المفروض عليهم التعاقد من أجل مطالب عادلة ومشروعة على رأسها الدفاع على المدرسة والوظيفة العموميتين وإسقاط مخطط التعاقد جملة وتفصيلا نحن متابعين على هذا المطلب العادي للمشروع الاعتقال دينا كان يوم 3 مارس من سنة 2022 إلى حدود 2024 لازلنا نحال على أشواط ماراتونية محاكمات سوريا الهدف منها احنا يواعينه تمام الوعي ألا وهو الكسر شوكة النضال فينا ألا وهو إخراس واحد الصوت مكافح من داخل قطاع تعليم هذا الاستهداف هذا دي المتابعات ودي الاعتقالات ما كانش هو الوحيد مقدر ما كانت مجموعة دي الاستهدافات بدأت بالتوقيفات في حق الأستاذة كذلك الاقتطاعات من الأجور ديالهم كذلك على رأسها كان الاغتيال ديال أبونا عبدالله حاجيلي شهيد المدرسة والوظيفة العموميتين السنة الفارطة الأستاذة خرجوا في الشارع في حراك غير مسبوق من أجل هذه المطالب هذه تقابلت بتوقيفات نعي تمام الوعي أن كل هذه الاستهدافات الهدف منها هو إقبار هذا الصوت المكافح من داخل قطاع تعليم أكيد وأكيد أننا عبر تشبت ديالنا بالإطار ديالنا الصامد والمكافح وعبر تشبت ديالنا بالمطالب ديالنا العادل والمشروع نبعث صوت على أساس أن لازلنا متشبتين بالحق ديالنا العادل والمشروع تحيي نيضاليا أستاذ رطيفة بخلوفي وحدة من الأستاذ المتابعين جنائيا قدم محكمات الاستئناف كان صدر الحكم السيداء اللي كان هو عام موقوف تنفيذ على الأحكم اللي على التهم اللي كانت مجهلين طبعاً هالتهم هذي الهدف ديالنا والإقبار للمعاركة ديالنا نحن كنا ناضلوا لأجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والأجل كذلك حقنا في تعليم اللي مزيان إلى غير ذلك تم المواجهة ديالنا تشبت قمع والاعتقالات للفوج اللي ديالنا اللي هو فوج متابع جنائي في عشرة ديال المناضيين اللي هو مجوز أستاذة وثمانية ديال الأساتدة مزاكة استمر المسلسل اللي بدأ من جوج مارس الفين واثنين وعشرين ومزاكة استمر المتابعات إلى غير ذلك اليوم كذلك راتم التأخير إلى تلتاش في شهر جاي يعني بعد أسبوعين راه غاد يكون يعني تلتاش في شهر أحداش غاد يكون عدنا عودتاني جلسة أخرى اللي غايكملوا فيها على أساس تحقيقات وغايكملوا فيها كذلك البت فهذه التهم اللي كانعتبروا هو التهم سوريا حنا كنقولو حنا معرق الناس سير ناقلات حنا كننا كنحتجوا بشكل واسليمي وحضاري حنا عندنا مطالب له هزينها مطالب لي عادي لو مشروعة وكننقولو أنا نغنوصل النضال ديالنا وندين بشدة كافة العقوبات السورية سواء كانت نافدة سواء كانت موقوفة نفيد وكذلك ندين ونتضامن مع الطلبة ديال طيب لأن هذا الشركة يعيشوا لي في معركتهم وجزء من الحضر اللي كان كله على النضالات هذه كلها أساليب ليا قمعية كننفطوها بشكل كلي وكننقولو بأننا راه المعارك يجبو أن تستمر لكي تواصل كما كنقولو احتجاج ضدات السياسات ليا طبقية وسياسات ديال تكميم الأفواق والحضر على النضالات ديالنا وتحيير نضالنا ترجمة نانسي قنقر